بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحقيقة أحببت من خلال الدقائق القادمة أن أتعرف معكم على موقف ينتظر كل واحد منا كل إنسان على وجه الأرض سيعبر خلال هذا الموقف إن أحدنا أيها الأحبة يتعلم الكثير من الأشياء في حياته فتجد مثلا أن هناك من يدفع ثمن دورات في علم البرمجة اللغوية العصبية هناك من ينفق على دورات ليتعلم فن الإدارة فن النجاح فن القيادة إلى آخره أو من ينفق ليأخذ شهادة جامعية مثلا ليعمل بها فيفني حياته في التعلم لأمور سوف تنتهي بانتهاء هذه الدنيا ولكن للأسف لا نجد من يهتم بهذا الموقف الذي سيكون أهم من كل حياتك التي عشتها كل الحياة التي أمضيتها وفرحت فيها وبنيت وعمرت وحصلت على شهادات حصلت على عقارات حصلت على أموال إلى آخره كل هذه الدنيا لا تساوي أول لحظة من لحظات هذا الموقف الذي ستمر به شئت أم أبيت وهو الموت أنا الحقيقة أحزن على كل إنسان يفني حياته في أشياء سيتركها خلفه وينسى أهم شيء في حياته أهم موقف على الإطلاق أهم شيء هو هذا الانتقال من عالم الدنيا إلى العالم الثاني إلى عالم ما بعد الموت ما وراء البرزخ ما الذي سيحدث أيها الأحبة ما الذي يمكن أن نجده في هذا الموقف ما الذي يمكن أن نصادفه كل واحد منا طبعا سوف يخضع لهذا الأمر الحقيقة أيها الأحبة يعني الشيء المحزن فعلا أن معظم الناس غافلون عن تفاصيل هذا الموقف يعني أنت عندما يكون لديك امتحان وهو شيء دنيوي يعني يمكن أن يعوض حتى لو فشلت فيه يمكن أن تعيد المحاولة فتجد أن هذا الطالب يجهز نفسه للامتحان يحمل هم كبير ماذا سيقدم خلال هذا الامتحان ماذا سيأتيه من أسئلة يدفع للدروس الخصوصي مثلا يسهر الليالي يعني كل حياته وحياة أسرته حتى تتحول إلى استعداد لهذا الموقف الذي هو موقف بسيط دنيوي حتى لو فشل ليس هناك مشكلة كبيرة يعني لن يموت فسبحان الله تجد أحدنا أو معظمنا تجد معظمنا يسعى ويحاول أن يستعد لمواقف كلها مواقف وهمية تتعلق بالحياة الدنيا وينسى الموقف الكبير جدا الذي ينتظرك وهو الموت فالموت أيها الأحبة هو الشيء يجب أن نفكر فيه وله فوائد لأن التفكير بالموت يقودك إلى السعادة الحقيقية التي لو ظللت تلهث وراءها لن تصل إليها لا بالمال ولا بالشهرة ولا بالمتع لن تصل إليها إلا إذا عرفت تماما ما الذي ينتظرك لحظة الموت الحقيقة أيها الأحبة في البداية يجب أن يعرف كل واحد منا أن لحظة الموت أشبه ولله المثل الأعلى بعملية جراحية معقدة يعني لا نظن أن هناك إنسان خرج من بيته فصدمته سيارة مثلا فمات نقول لو أنه لم يخرج لم يمت أو لو أن هذه السيارة تأخرت قليلا أو هو تأخر قليلا سوف يبقى على قيد الحياة لا أحداث الدنيا ليس لها علاقة بالموت حتى مرض السرطان ليس له علاقة بالموت أيها الأحبة عملية الموت هي عملية مبرمجة محسوبة كل إنسان هناك أجل محدد له لن يستأخر ثانية ولن يستقدم فهذا الموقف الذي ينتظر كل واحد منا هو موقف مبرمج سوف يأتي ملك الموت هذا أولا ملك الموت سوف يحضر في هذا التوقيت بالذات طبعا الذي لا يعلمه إلا الله لأن الأجل من علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله فتأتي التعليمات لملك الموت أن يحضر إلى هذا الإنسان في توقيت محدد ولا يأتي منفردا بل تأتي معه رسل الله يعني انظر إلى نفسك أيها الإنسان الضعيف سوف تجتمع عليك ملائكة الله يتزعمهم معامهم ملك الموت الموكل بهؤلاء الناس وسوف يكون لدينا استعداد من قبل الملائكة تجهز نفسها لتذهب إلى هذا الشخص ملك الموت يقوم أيضا بالاستعداد الملائكة التي تكتب عليك هنا سوف تخضعك مباشرة للسؤال والجواب عملية الموت أيها الأحبة عملية معقدة جدا جدا وفيها حوار فيها استغاثة فيها صراخ فيها فرح أحيانا فهذا ما يشرحه ويبينه لنا القرآن العظيم القرآن أيها الأحبة هو الكتاب الوحيد في الكون الذي يصف لنا بدقة ماذا يحدث لحظة الموت وما بعد الموت لا يوجد أي كتاب آخر قادر على وصف حقيقة الموت بدقة الله تبارك وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حفظة تحفظ عليك أعمالك تفكيرك الوساوس التي توسوس نفسك بها يحفظها نيتك محفوظة أيضا حتى ظنك تجاه شخص ما محفوظ ويرسل عليكم حفظة أي ملائكة لديها قدرة على الحفظ وكأنها تسجل لك على أشرطة فيديو بالصوت والصورة تسجل لك كل شيء تقوم به إلى متى يستمر إرسال هؤلاء الحفظة أو هؤلاء الملائكة الكرام حتى لحظة الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت إذن وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة استمرار ملائكة تعاقب وتكتب حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تأتي رسل الموت تتوفى نفس هذا الميت وهم لا يفرطون لا يوجد ظلم لا يوجد مبالغة تفريط أي مبالغة في الحد لا يوجد يعني ولا ذرة من الظلم لهذا الإنسان طيب هنا يقول تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون انظروا أيها الأحبة هذه الحلقة موجهة لمن ينكر عذاب القبر لمن يظن بأن الموت شيء سهل وشيء أشبه بالنوم يعني أو الخيال والحساب سيكون يوم الحساب هذا الإنسان أيها الأحبة لم يفقه شيئا من القرآن من يقول ذلك من ينكر الحساب والعذاب والأهوال لحظة الموت أدعوه لأن يعيد قراءة القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب يرجعون لم يموت هو لا زال على قيد الحياة أيها الأحبة إنسان على قيد الحياة لم يموت يقول رب يرجعون الموت يأتي ويبدأ الحوار مع الملائكة رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا طيب لماذا يقول رب يرجعون لماذا المؤمن الذي لديه أعمال صالحة لا يقول ذلك معنى هذا أن هذا الإنسان مجرد أن كشف الغطاء عن عينيه فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد بمجرد كشف هذا الغطاء سوف ترى مصيرك فالذي لم يعمل صالحا وكان ينسى ينسى هذه اللحظة فاليوم ننساكم فاليوم ننساهم هذه اللحظة لحظة الموت أيها الأحبة مباشرة يدرك العذاب يدرك أنه ذاهب إلى عذاب الله فمباشرة قبل أن يموت يقول رب يرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت تأتيه الإجابة كلا لا يوجد فرصة أخرى أخذت كل الفرص عشت ستين سبعين ثمانية سنة وجاءك النذير وجاءك أناس ينبهونك ليس لديك أي عذر يا رب مثلا تقول الإسلام وصلني مشوها ليس لك عذر لأن الله أعطاك عقل لعلي أعمل صالحا فيما تركت تقول له الملائكة كلا إنها كلمة هو قائلها سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون في هذه اللحظة دخل منطقة البرزخ وأصبح البرزخ وراءه دخلت هذه النفس ترك الجسد في الدنيا ترك هذه الخلايا التي ستتحول إلى تراب والنفس التي هي أصلا الإنسان هو نفس النفس هذه التي تفكر وتعقل وترتكب الشر أو ترتكب الخير دخلت عبر الحاجز البرزخ الذي يفصل عالم الدنيا عن العالم الثاني الذي هو بعد الموت ودخلت في عالم العذاب أو في عالم النعيم إذن أيها الأحبة هذه اللحظة لحظة الموت لا يمكن أن يكون لها علاقة بأحداث الدنيا يعني إنسان مريض سرطان وكل الأطباء يتوقعون أنه سيموت بعد مثلا شهر وبالفعل مات بعد شهر أو شهر مات يعني لا تعتقد أيها الإنسان أن هذا المرض هو سبب موتك ليس له علاقة هناك مريض آخر بنفس الوضع يعيش خمسين سنة بعد إصابته بالمرض وهناك مريض يعيش شهر إذن الموت ليس له أي علاقة ولكن الله تعالى وضع آخر عمل لك في حياتك ما هو قبل الموت قد يكون حادث قد يكون جلطة دماغية أو قلبية قد يكون آخر عمل لك من الدنيا أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يكون آخر عمل لك من الدنيا وأنت ساجد الذي يحدد هو الله والله يحدد ذلك بناء على أعمالك لا يظلم سبحانه وتعالى فأنت إذا أردت أن يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بحسن الخاتمة كان يدعو أن يكون أفضل عمل له هو خواتيم هذه الأعمال أن يختم له على خير صلى الله عليه وسلم قد يكون آخر عمل لك من الدنيا أن مثلا تصدمك سيارة مثلا لا سمح الله أو أن يعني آخر عمل يكون لك أن تغرق إنما الموت أيها الأحبة ليس له علاقة لا بالأمراض ولا بالأحداث ولا بشيء يعني ملك الموت ليس يجلس ينتظر حتى هذا الشخص حتى تصدمه السيارة فيأتي ليأخذ ليتوفاه لا ينتظر فإذا السيارة تعطلت ملك الموت يبقى جالسا مثلا لا فهذه النظرة للموت تجعلنا نرتاح يعني أنا شخصيا أرتاح جدا عندما أعلم أن المرض ليس له علاقة بالموت فإذا مرض الإنسان يدرك أن هذا المرض شفاؤه بيد الله وإذا مرضته فهو يشفين ثم أنظر إلى آيات القرآن ويقول أحبة لا توجد آية تربط الموت بحدث دنيوي الموت دائما يرتبط بمشيئة الله بالأجل المكتوب لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فأنت لك أجل محدد ولكن ما هو ما هي الخاتمة ما هو آخر عمل لك من الدنيا هذا هو المهم أيها الأحبة الذي يحدد خاتمتك من الدنيا هو أعمالك فكلما اجتهدت في الدعاء كلما استعددت للقاء رسل الله هؤلاء ضيوف يعني هل أحدنا يكره أن يأتيه ضيوف من عند الله سبحانه وتعالى وأن يكون بعد الموت مباشرة هو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فالموت أيها الأحبة هو نهاية هذه الدنيا وبداية حياة أخرى إما أن تكون سعيدة يعني مثلا أنا سأعطيكم آية أيها الأحبة الله تعالى يقول طبعا هذه الآية أقدمها لمن ينكر العذاب والنعيم بعد الموت من يقول هناك برزخ ولا شيء ثم يستدل بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أنه كان مثل النائم أو لم يشعر بشيء ولم كذا ولم كذا أعطيه هذه الآية الكريمة دعونا نتأمل فيها الله تبارك وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إذن هذا صنف من الناس الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم من أجل الله سبحانه وتعالى من أجل إعلاء كلمة الله ما هو وضعهم الآن قبل يوم القيامة هذه الآية قبل يوم القيامة تقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فارحين بما آتهم الله من فضله أولا فارحين إذن هذا الميت الذي نظنه ميت ويفرح معلم أن جسده تحول إلى تراب وأن جسده ربما تمزق لم يبقى منه شيء ولكن النفس هي التي عبرت منطقة البرزخ إلى هذا العالم عالم الذي تعيش فيه فارحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين طيب إذا كان هناك نعيم بعد الموت ألا يتطلب ذلك أن يكون هناك جحيم بعد الموت بالمنطق يعني الإنسان الذي يهرب يحاول أن يهرب من الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت سأعطيكم موقف آخر أيها الأحبة هناك آيات سبحان الله تبدأ بقوله تعالى ولو ترى عددها سبعة في القرآن هذه الآيات منها ما يتحدث عن لحظة الموت ولو ترى إذ وقفوا على النار هذا يوم القيامة يعني لو كان لدينا قدر على رؤية أحد مواقف يوم القيامة سوف نرى هذا المجرم أو هذا الكافر يقف على النار لم يدخل هو يقف بانتظار أن يدخل هذا أيضا عذاب فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولكن ما الفائدة ليس هناك عودة ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذين موقفين يوم القيامة الآن في الدنيا هل هناك ولو ترى نعم الله تعالى يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إذن الله تعالى يصور لنا موقفا سيخضع له كل إنسان نسي هذا الموقف ولو ترى إذ الظالمون لأن الذي ينسى لقاء الله ينساه الله الذي ينسى لحظة الموت ينساه الله في هذه اللحظة فيكون من الظالمين من هؤلاء أيها الأحبة كل من يغفل وينسى هذا الموقف سوف تنطبق عليه هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لم يمت لم ينتقل إلى لم يعبر البرزخ إلى العالم ما بعد الموت لا هو في غمرات الموت في هذه اللحظات أيها الأحبة الظالم يتعرض لنوع من العذاب يتعرض للمهانة والذل قد يكون في الدنيا ذو منصب عالي قد يكون لديه الأموال والجاه والناس كلها يحاولون أن يتقربوا منه ولكن يوم القيامة سيفرون منه تنقل بالعكس والملائكة تباسط أيديهم تبدأ الملائكة تكلم هذا الظالم تقول له أخرجوا أنفسكم إذا كان لديك قوة ومال وسلطة وجاه وإمكانيات كنت تتفاخر بها قبل لحظات قبل لحظات كنت تتفاخر بها الآن أخرج نفسك نفسك هذه ستدخل إلى عالم البرزخ ستتوفاها رسل الله وتدخل ما بعد البرزخ أخرج هذه النفس إذا استطعت من هذا البرزخ اليوم تتابع الملائكة قولها طبعا لا يستطيع أن يتحدث ماذا يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم يوم الموت اليوم تجزون عذاب الهون يعني هناك عذاب مع ذل هذا أسوأ أنوع العذاب اليوم تجزون عذاب الهون المهان والذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إذا قال لك أحد اتق الله كنت تستكبر إذا قال لك أحد يا أخي لا تفعل هذا الأمر السيء اتق الله لا تظلم الناس اتق الله لا تأكل المال الحرام كنت تستكبر وتعتز بما آتاك الله من مال وسلطة ووجاه وإمكانيات أنت الآن في هذه اللحظة اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون طيب هذا الموقف هل هو عذاب أم لا شيء من ينكر أن هناك عذابا بعد الموت هذه الآية التي الآن قرأناها هل تقول إن بعد الموت لا يوجد شيء يعني هل هي لحظة فقط حوار بين الملائكة وبين الميت ثم ينتهي الأمر طيب ما معنى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ما معنى يعني لنأخذ هذه الآية أيضا فيها ولو ترى دائما ولو ترى يعني لو أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الخطاب لكل إنسان لو أنك أيها الإنسان أعطيت من الإمكانيات ما تستطيع أن تراه في لحظة موت هذا الإنسان كنت سترى هذا الموقف ولكن من رحمة الله أنه حجب عنا إمكانية الرؤية لأننا لا نرى الملائكة ولا نرى الميت وهو يتكلم أو قبل أن يموت لأن لحظة الموت أيها الأحبة هذه اللحظة الغمرات الموت هي ما بين الحياة وبين الموت يعني هي مختلطة لذلك سميت غمرات ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة هنا فاعل هي التي تتوفى وهنا لم يقل سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الملائكة يتوفون الذين كفروا بل قدم الوفاة أولا لأنه هو الحدث المهم هو الذي سيواجهك مباشرة حدث الوفاة ثم الذين كفروا ثم الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لأن الملائكة شيء عالي يعني أنت في الأسفل والملائكة أعلى منك أنت تموت الآن في غمرات الموت الملائكة تأتي يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق هذا الوجه أيها الأحبة هذا الوجه الذي كرمك الله به أيها الإنسان وهو أشرف شيء في الإنسان سوف تبدأ الملائكة أول عمل لها لحظة الوفاة يعني وهي تنزع هذه النفس تتوفى هذه النفس تضرب هذا الإنسان على وجهه طيب هل هذا عذاب أم ماذا بالنسبة لمن ينكر العذاب بعد الموت ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يعني يعني من الأمام ومن الخلف سبحان الله موقف والله يعني أيها الأحبة لو أن أحدنا فقط يتخيل هذه اللحظة هذه اللحظة التي سيمر فيها شاء أم أبى إلا إذا كان من المتقين إلا إذا كان ممن لديه تقوى والخوف من الله وحب الخير للناس وتدبر القرآن والجهاد في سبيل الله الجهاد ليس أن تقتل في هذا العصر أيها الأحبة الجهاد هو جهاد العلم أن توصل كلام الله لمن يحتاجه من الملحدين من المشككين ألا تجلس وتلهو وتجمع المال وتنتظر لحظات الموت ثم تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا لا يجب أن تتخيل نفسك أنك في أي يوم يمكن أن تمر بهذا الموقف في أي لحظة في الليل أو في النهار فيجب أن تكون دائم الاستعداد مثل الجندي الذي يقف في الحرب العدو يتربص به وهو واقف منتبه في أي لحظة يأتيه الأمر للهجوم في أي لحظة مستعد للمواجهة طبعا ولله المثل الأعلى مع فارق التشبيه يعني كذلك أنت أيها الإنسان إذا كان لديك عقل والله سبحانه وتعالى ميزك بشيء من الذكاء ينبغي أن تكون في كل لحظة مستعدا للقاء للقاء رسل الله الذين سيأتون فإياك أن تكون من هؤلاء ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سبحان الله طيب ماذا أيها الأحبة عن الإنسان المؤمن الذي قدم نفسه لله سبحانه وتعالى وهب عمره وحياته وماله وأهله وترك كل شيء لله عز وجل إذا رب أطفاله يربيهم من أجل الله أن يكونوا دعاة إلى الله يعملوا الأعمال الصالحة إذا أكل طعاما ينوي أن هذا الطعام ليتقوى به على طاعة الله إذا عمل عملا وكسب مالا ينوي أن هذا المال سينفقه في طاعة الله هذا الإنسان الذي أصبحت حياته كلها هي لله عز وجل ما هو مصيره انظروا أيها الأحبة هنا الآيات تبدأ تأخذك من الآخرة إلى الدنيا سبحان الله أسلوب عجيب في القرآن يعني أسلوب لا تجده في أي كتاب آخر نحن تعودنا أننا نتحدث عن الدنيا ثم الموت ثم الآخرة أحيانا القرآن يعود بك إلى الوراء وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا يأتي هنا الجواب للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يأخذك إلى الجنات بدأ معك من الدنيا وقول المتقين عندما يسألوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا إذن جنات عدن يأخذك من الدنيا باتجاه الجنة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة تأملوا أيها الأحبة الذين تتوفاهم الملائكة إذن أخذك إلى لحظة الموت ما الذي يحدث ركزوا معي بشيء من التفكير الذين تتوفاهم الملائكة طيبين من هؤلاء الذين قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم لحظة الموت هذا الكلام الذين تتوفاهم هذه لغة عربية أيها الأحبة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون لحظة الموت الظالم ماذا يقولون له يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أتقي أتقي ما هو موقفه ما هو موقفه الذين تتوفاهم هم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون سبحان الله منذ ما قبل الموت يتحدد مصيرك إما إلى عذاب الحريق الآية تتحدثان عن لحظة الموت أيها الأحبة آية تقول إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة يتوفى إذن آية تتحدث عن لحظة الموت اليوم تجزون عذاب الهون بالنسبة للظالم والكافر أتقي المؤمن يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن أيها الأحبة لحظة الموت لحظة الموت هي التي تحدد مصيرك إما إلى الجنة أو إلى النار فأنت إما أن تشتاق للجنة وتتمنى أن تنتهي حياتك بسرعة هو متبقي لك ربما ثوان قليل من هذه الدنيا تتمنى أن تسرع الكافر تجده يتمنى أن يرجع قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت في آية ثانية في سورة الجمعة الله تبارك وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين يطلب من الله أن يؤخره دقائق ربما لينفق ربما كل ما له لأنه قصر كثيرا جمع كل هذا المال وتركه وراءه ولكن يأتيه الجواب وَلَنْ يُؤْخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ هَلْ تَسْتَحَقْ هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْكَ أَنْ تَلْهَثْ وَرَاءَهَ وتنفق الأفكار والوقت والمال والجهد وتفني جسدك هذا لخدمة المال لخدمة الدنيا وأمامك عالم أوسع بكثير من الدنيا وأكبر وأضخم وأطول في الدنيا لن تعيش أكثر من مئة سنة بينما حياتك في الآخرة قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا حياتك في الآخرة طبعا القرآن لا يسميها حياة وإن الدار الآخرة تلهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدار الآخرة ليس فيها حياة الحياة في الدنيا لأنها تنتهي بالموت أما في الآخرة لا توجد حياة ولا يوجد موت إنما خالدين فيها أبدا فأي رقم أيها الأحبة علماء الرياضيات يقولون أي رقم مهما كان كبيرا لو وضعته أماما لا نهاية التي هي خالدين فيها أبدا لا نهاية تصبح قيمته صفر هو والصفر سواء حتى لو عشت مليون سنة أيها الإنسان مليون فإن هذا الرقم مليون أماما لا نهاية التي هي خالدين فيها أبدا ستكون قيمتها صفر لا شيء إذن أنت تعيش خمسين أو ستين أو سبعين أو ثمانين عام تنفق جهدك ووقتك والوقت الذي أعطاك الله إياه وصحتك يعني تهلك كل شيء لخدمة شيء أنت ستتركه وتغادر يعني إنسان عندما يسافر إلى بلد أخرى لمدة يوم مثلا في زيارة أو في عمل هل يذهب ويضع كل ما له هناك وهو يعرم أنه لن يعود هي مرة واحدة سافر إلى بلد ما يأخذ كل متاعه وماله وكل ما لديه يضعه ثم يرجع مثلا هل هذا إنسان عاقل إذن أيها الأحبة لكي لا أطيل عليكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين وأن يعني يحسن خاتمتنا وأنصح كل أخ مؤمن أن يتذكر الموت لأن تذكر الموت أيها الأحبة يجعلك سعيدا جدا لماذا؟ لنفرض أن لديك هم مهما كان إذا تذكرت أنك ربما تموت بعد لحظات سوف تترك وراءك كل هذه الهموم فتنسى هذه الهموم عندما تتذكر لقاء ملائكة لا وبخاصة إذا كانت أعمالك سيئة كل إنسان منا يعرف ماذا فعل إذا كانت أعمالك سيئة وكانت حياتك غير صالحة يجب أن تتذكر أن الملائكة ستأتي وتضربك من وجهك ومن خلفك يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يجب أن تتذكر أن هناك نوع من العذاب المذل المهين سماه القرآن اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الهون تتذكر هذا الموقف والله إذا تذكر أحدنا هذا الموقف سوف ينسى كل هموم الدنيا حتى لو كنت مصاب بأشد الأمراض يجب أن تدرك أن الموت ليس له علاقة بالمرض لا تخف الذي يشفي هو الله عز وجل وإذا مردته فهو يشفي مرضك هذا لن يؤدي بك إلى الموت لأن لحظة الموت مقررة ومحددة وهناك اجتماع رسل الله حولك الملائكة بقيادة ملك الموت وهي عملية مبرمجة ومنذ أن كان عمرك أربعين يوما في بطن أمك مقررة ومجدولة ومبرمجة مسبقا لن تستطيع أن تغير أي شيء إذن عندما نفكر بالموت فإن هذا التفكير سيقودك إلى السعادة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالموت واعظا وكان يقول أكثر من ذكر هادم اللذات ثم إن آيات كثيرة مئات الآيات في القرآن تذكر الموت تذكر الآخرة الآخرة ذكرت 115 مرة الموت ذكر أكثر من مئة مرة أيها الأحبة آيات كثيرة مئات الآيات تذكرك لماذا؟ لأن هذا القرآن هو كتاب السعادة فإذا أردت الحياة السعيدة ينبغي أن تتذكر هذا الموقف موقف الموت وتتذكر هذه الآيات وتتذكر هذا المشهد الذي ستخضع له شئت أم أبيت فتهون مشاكلك في الدنيا تصبح تافية تدرك أن كل شيء مرتبط بإرادة الله وليس بإرادتي أنا وليس بمشيئتي إنما هي مشيئة الله عندما تدرك أن هذا الأجل مسجل ومكتوب ومقدر في كتاب لن يتغير منذ أن كنت جنينا عمرك ستة أسابيع فقط حجم الجنين لا يتجاوز صنط أو صنط ونصف ستة أسابيع كتب هذا الكتاب وانتهى الأمر فعندما تدرك ذلك تدرك أن هذا المرض ليس له علاقة بالموت الأحداث التي تمر بها ليس لها علاقة بالموت لا يستطيع أحد أن يؤذيك أو يحدد مصيرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء مقدر عليك فعندما تفكر بهذا الشكل ترتاح جدا وتشعر بأقصى درجات السعادة لذلك نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق وأن يجعل فيها الخير والنفع لكل من يشاهدها ولا تنسونا من صالح دعائكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر